فيما تعلق بالكورونا وطبعا حق قلتنا في حلقات سابقة أن ده من الفيروسات التاجية هناك بعض المحاولات حتى ذكرت من خلال صحيفة الديلي ميل قالوا أنه في بعض الأدوية التي تستخدم في علاج السرطانات أو حتى تطعيمات الضرن بدأت تستخدم هل دي فعلا دكتور أتت بنتائج أو لسه برضه في مرحلة التجريب؟ فيما يخص بالضبط للتطعيمات والعلاجات الأورام اللي حالتك أشرت لها ده بيبقى علاج مناعي الاتنين ده التطعيم اللي حيستعمل التطعيم الدرن مثلا ده عدوى بكتيرية ومصمم علشان يكافح الدرن ولكن مش ده استخدامه الوحيد بيستخدمه كمان في تنشيط جهاز المناعي في بعض الأورام كعلاج مناعي وبعض أدوية الأورام كمان في العلاج المناعي بتاعها ممكن تزود وتنشط وترجع المناعة المختلة إلى مناعة سليمة حتى لو كان فيه أمراض فيروسية لكن ده مش خط علاجي مستقر يعني بالتالي لابد من يعني هو بيلعب على جزئية المناعة أكتر من أي حاجة تاني صحيح ولكنه ابتدى بالفعل تجربته في استراليا يعني استراليا بدأت بالفعل تجربة لقاح الدرن على الأطباء والفئة المعاونة الصحية التمريد والعاملين في المجال الصحي ابتدت وحقنتهم بالفعل يمكن من شهر من شهر أو ثلاث أسابيع بأول تطعيم لرفع المناعة والمقاومة وإعادة الخلل المناعي إلى طبيعته في استراليا ونتائج لسه طبعا مظهرتش يعني المسألة حتى أخذ مدة علشان نقول أنه هو فعال يبقى لازم نديله فرصة أنه هو يكون فيه تعرض والتعرض ده كان تعرض مؤكد والتعرض المؤكد ده ما حصدرش عنه مرض وتلاقي مجموعة تانية أصيبت بالمرض اللي ما اخدوش التطعيم اللي رفضوا ياخدوا التطعيم وبالتالي بدري شوية لنحن نشوف فعليته ولكن هو واعد تماما زي ما غيره كمان من التطعيمات واعدة